مساء الخير على كل مشاهدينا ومشاهدي قناة الصحة والجمال ومتابعيها في كل مكان أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أريج والناس استكمالا لما تحدثنا عنه في حلقاتنا السابقة نتحدث اليوم عن الطلاق مع ديفي اللي نورني وشرفني النهاردة الباحث الديني والاجتماعي الأستاذ حمدي علام أهلا بحضرتك يا أستاذ حمدي نورتني وشرفتني في حلقة النهاردة أستاذ حمدي طبعا الطلاق أصبح ظاهرة قوية جدا جدا في مجتمعنا فعايز أعرف من حضرتك إيه هي أسباب الطلاق الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاء الدين الإسلامي وجاء بالطلاق لكي يصلح المجتمع في أشياء فبالطلاق ربما تستفيد المرأة ويستفيد الرجل وتبدأ حياء جديدة ولكن للطلاق أسباب فمنها عدم التوافق الاجتماعي والفكري معه كذلك من أسباب الطلاق الفقر أي المادة وليس يقصد بالمادة هنا أن يكون الزوج فقيرا ولكن لا يستطيع الإنفاق على زوجته فالرجل أخذ القوامة بالإنفاق فإن غاب الإنفاق على زوجته وأسرته غابت القوامة يعني الفقر سبب من أسباب الطلاق؟ كذلك المخدرات من أسباب الطلاق كذلك عدم التفاهم في الفكر يؤدي إلى الطلاق والانفصال بين الزوج والزوجة وكذلك الخيانة الزوجية وإن كانت لفظية وإن كانت لفظية فأسباب الطلاق كثيرة ولكن السبب الرئيسي في الطلاق هو عدم التفاهم بين الزوج والزوجة وعدم الاتفاق فكريا وعدم الالتزام بالأخلاق والحياء بينهم كما حسن الرسول صلى الله عليه وسلم وكما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته أمهات المؤمنين وكما تعامل الصحابة كذلك فالطلاق حينما تحدثنا عنه بأسباب قلت لك أن السبب الرئيسي في الانفصال بين الزوج والزوجة هو عدم التوافق بينهم فكريا وعدم الاحترام بينهم وإن كان لفظيا والحياء طب هل الاختيار الغير صحيح بسبب من أسباب الخلافات الزوجية ورده أكيد النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الشريف إذا آتاكم من ترضعون دينه وخلقه فزوجوه إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم إذن حينما يأتي إليك شابا ليطلب يد ابنتك اسأل أولا عن دينه وأخلاقه والأخلاق تلتصق بالدين هنا فإن غابت الأخلاق غابت دين وإن غابت دين غابت الأخلاق لابد أن يكونوا معه كما فعل سيدنا شعيب مع سيدنا موسى عليه السلام حينما أخبرته ابنته بما فعل معها من أخلاق وقد ذكرناها في الحلقة السابقة فقالت يا أبت استأجر أي أرادته للنكاح للزواج فعرض عليه أن يستأجره سمانية حجر يعني يزوجه ابنته فشرع الزواج فشرع أن تطلب الزوجة المرأة زوجا له إن رأت فيه الصلاح والقواء هذا ليس عيبا فالنبي صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة طلبته للزواج وطلبته للخطبة بس في مجتمعنا دلوقتي لو ما يلفعش أن الست تطلب رواجل للخطبة ما فيه ما فيش حاجة اسمها مستحيلة لأن دا دين دين أسنه الله عز وجل لنا على لسنة صوله صلى الله عليه وآله لا ننكره موجود لا عيب فيه فلماذا تنكره وإن كانوا في الجاهلية وكانوا متشددين كعرب وغيرها وعادات وتقاليد كانوا يعترفون بذلك فنحن الآن في حضارة وفي فهم وفي علم ولا نتقبل ذلك هذا جاهل طب هل عدم الاحترام المتبادل بين الزوجين بيؤدي إلى الطلاق؟ لقد قلت لك منذ قليل أن الاحترام بين الزوج والزوجة يؤدي إلى استمرار الحياة الزوجية في ألفاظ وأفعال على الزوجة الطاعة وعلى الزوجة أيضا المعاملة الحسنة فلا تعلو بصوتها ولا يعلو بصوته ولا يمتد بيده فليس هذا رجلا النبي صلى الله عليه وسلم قال الكريم من أكرمهم واللئيم من أهانهم أن تهين المرأة بضرب وغير ذلك فأنت لئيما كما وصفك رسول الله صلى الله عليه وسلم فالاحترام المتبادل بين الزوجة والزوج هنا تستمر الحياة إن ضاع الحياة والاحترام بينهم تنفصل الحياة ويذهب كل إلى مسألة طيب هنطلع فاصل ونرجع لحضرات كتاب وارجع للكم تاني بعض الفاصل مع ديفي اللي نورني وشرفني النهاردة البحث الديني والاجتماعي الأستاذ حمدي أعلى أستاذ حمدي عايزة حضرتك تكلمنا عن كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعامل زوجته النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا المسألة الأعلى في التعامل مع الزوجات فكان يتعامل مع زوجاته لا يفرق بين أحدهم وكان يميل لعائشة رضي الله عنها وكان في أثناء سيره بالجيش وهو راجع من غزوة أو الحرب كان يسير الجيوش ويتسابق مع السيدة عائشة كيف معنى السيدة عائشة؟ كان يتعامل معها لصغر سنها وكانت البكر الوحيد وكانت المقربة إلى قلبه إن شاء الله فهنا نستنتج من ذلك أن الحب يقوّل علاقة بين الزوج والزوج تعالى ولما جاء رجل إلى سيدنا عمر رضي الله عنه وقال إني لا أحب امرأتي وأريد أن أطلّكها فقال له سيدنا عمر رضي الله عنه ليس الحب فقط ما تبنى به البيوت فليس الحب فقط تبنى به البيوت هناك المودة وهناك الرحمة وهناك تبادل الاحترام بينهم فتسير المعيشة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع زوجاته برفق السيدة عائشة رضي الله عنه حينما اختلفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أراد السيدة عائشة أن تحكم أباها لما طلب أن يحكم عثمان فقالت ما يدريه بشأننا ولما طلب عمر قالت إنه قاسيا ولما طلب علي رفضت ذلك وطلبت أباها يحكم بينهم طيب هل رسول صلى الله عليه وسلم كان بيفرأ في المعاملة بين زوجته لا يعني لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين زوجاته بدليل أن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلع خاتمه ويلبسني إياه وكنت في الصباح أتحدث بذلك لأتباهى به بين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يقولون أنه كان يفعل ذلك معهم إذن لم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين زوجاته في التعامل لأن هذا أخلاق ودين كلهم سواسية معاملة واحدة هذه أخلاق ودين كان يمارسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم أمته بعده لكن كان أشد حبه المين للسيدة عائشة رضي الله عنها والسيدة خديجة فلم يتزوج بعد السيدة خديجة ظل فترة من الزمن وكانت السيدة عائشة تغار منها حينما تقبل صاحبة للسيدة خديجة وتجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفرش ردائه لها تكريما للسيدة خديجة رضي الله عنها وكان يتودى السيدة فاطمة لأنها بنت خديجة وهي حبيبة أبيها فكان السيدة عائشة تغار وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل مع السيدة عائشة أفعالا لم يفعلها الرجال الآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم في وجه عائشة ويقول لها يا عائش يا حمراء الحمراء هي البيضاء المختلطة بالحمار في وجهها كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعبها وكان يضحق معها ويمزح معها هذا هو أخلاق الدين الإسلامي مع الزوجات ولكن على الزوجة أيضا حقا لزوجها فالزوجة لا بد أن تطيع زوجها ولا بد أن توكره وتحترم حديثه وترفع شأنه بين الناس ولا تخاطبه بكبرياء فضعف المرأة قوة وقوتها ضعف إن كانت قوية انكسرت وإن كانت ضعيفة انتلكت بزمام الأمور مع الرجل فالمرأة عليها حقوق وعليها واجبات وكذلك الرجل إيه حقوق المرأة على الرجل وواجباتها عليه وإيه هو حقوق الرجل على زوجته وواجباته عليها أولا حقوق الزوج على زوجته أن تطيعه في أمره لا تعصيه في أمره لأن العاصية في الأمر ناشزا عندنا في الدين كذلك أن تلب احتياجاته اليومية وأن تقوم على تربية أولادها تربية صحيحة في غيابه وأن تحافظ على عرضها في غيابه أن تحافظ على الزوج في المجتمع كافة كذلك للزوجة حقوقها للزوج الإنفاق عليها والتعامل معها برفق والتعامل معها بمودة وتلبية احتياجاتها واحترامها في غيابها هذا ما على الزوج واتجاه زوجته فالحقوق كثيرة ولكن الوقت قليل طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كان يساعد زوجته في كل حاجة النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل ويطفي الطعام مع زوجته وكان يعمل مع أهل بيته ليس ذلك عيبا ولا نقصا طيب لي الرجل في العصر اللي احنا فيه شايف أن مثلا نوم يساعد مراته أو يساعد زوجته وأن دي حاجة عيب وأن دي حاجة بتقل من قدره وتقل من قرمته لأنه تربى في بيئة ربما ربت فيه القسوة وربت فيه أن معنى الرجولة أن تفعل كذا وكذا وكذا وليس ذلك من الدين في شيء النبي صلى الله عليه وسلم كان يساعد زوجته في بيته وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم لست أعلى منه قدرا سيدنا عمر رضي الله عنه حينما جاءه رجل يشتكي زوجته علوه صوت زوجته وأنها ترفع صوتها عليه فذهب إلى عمر إلى بيته وجد زوجته تسوء فقال إنهن ضعفاء سيدنا عمر رضي الله عنه لم يفعل معها شيئا ولكن تركها إلى أن هدأت ثم عن نفها ببطء أي نصحها يعني نصحها سيدنا عمر برفقة فرفقا بالقوارير طيب هل الأهل الأهل ليهم دور في نجاح العلاقة الزوجية؟ أكيد لأن الأم لو ربت بنتها على الأخلاق والمبادئ وعلى احترام زوجها ما البنت بتنقل ما تفعله الأم إن كانت الأم تحترم الزوج وتوكره في حضور ابنتها ستفعل مثله فعليها أن تنصح ابنتها هذه أنها ستنتقل إلى بيت آخر وأنها ستعيش أكبر فترة من عمرها مع زوجها وأن تحببها في البيت الذي تنتقل إليه فتعلمها الحقوق التي تعلمتها من أمها قبل زال والتي تعلمناها من أمهات رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمناها في ترسنا الإسلامي فعلى الأم أن تنصح ابنته وعلى الأب كذلك أن ينصح ابنه بأنه يحافظ على أعراض الناس يحافظ على بنات الناس لابد أن تنصح الأم وينصح الأب معنا معنا اتصال هاتفي ساوسا من البحيرة علي السلام عليكم عليكم السلام تفضلي معاك بص يا أستاذ ممكن ما تكونش الطلاقة على فكرة من الجوز بس تفضلي يكن من أهل البيت يعني عنا عادي مشاكل كتير من أهل أهل جوز مش من جوز نفس بس الجوز حلو معايا يعني وضحي لنا أكتر يعني أنت المشكلة عندك فين بالضبط مع أهل جوز يعني مشكلة من الزوج مع أهل جوز مع أهل جوز مع أهل جوزك اي اللي هو السؤال اللي أنت بتسألين طيب ماشي طيب ماشي خليك معنا تابعينا وإحنا هنتكلم إيه الحل للمشكلة دي عدم تدخل الأهل في العلاقة بين الزوج وزوجات إن غاب الأهل بالنسبة للراكل وبالنسبة للست بالنسبة للطرفي احنا قلنا أنه هو عدم التدخل النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان تختلف السيدة فاطمة مع سيدنا علي رضي الله عنه كان لا يتدخل إلا برفق وكان يتدخل بعد مدة يتركهم يتعاملوا مع بعضهم البعض ليه احنا ما نتعلمش من الدين الإسلام لمن نقرأش في ديننا الإسلامي وهو دين عظيم طب هي دلوقتي بتقول المشكلة في أهل الزوج نفسه لا علاقة لك بهم ما يعنيك زوجك ولكن توددي إلى أمه الزوج دوره إيه دور الزوج أن يحافظ على زوجته إن كانت صالحة إن كانت لا تؤدي به إلى الانفصال عن أمه وإن كانت تنصحه في الخير وإن كانت تقيم على دين الله عز وجل وعلى أخلاق كريمة فلابد أن يحافظ عليها وإلا ما كان عليها أن يذهب إلى أبيها ليأخذه بس الزوج دلوقتي اللي هو هيقف في صف براتو هيزعل أمه هيقف في صف أمه هيزعل مراتو بس هي برضو يعني صعبة يعني إيه الواجب على الزوج في المشكلة دي الواجب على الزوج إن هو يؤلف بين الطرفين لأن هنا أم لابد أن يتودد إليها وإن عصاها عصى الله عز وجل وهنا زوجة بيت وعنده أطفال لابد أن يحافظ عليه وإن كانت هذه الزوجة صالحة وإن كانت الأم الأم تؤدي إلى طلاق ابنها من زوجته لا نقف معها وننصح الأم هنا نوجه رسالة للأم أم الزوج أم الزوج نقول لها دعي ابنك في أمره فلقد عاش معك مرحلة ويكمل مرحلة بالحفاظ على امرأة طلبها من أبيه فهي أمانة عنده لابد أن يحافظ عليه وإلا لم يذهب إلى بيت أبيها ليطلبها من بيت أبيها فهي كانت مقرمة هناك لا تأتي بها لتهوينها أو تضربها أو تشتمها أو تفصلها عن أهلها لم يحس النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يأمرنا الدين الإسلامي بذلك فنصيحتي للأم أم الزوج أن تتقن لها عز وجل وأن ترضي ابنها وزوجته إن كانت على خير هنا وإن لم تكن على خير فللزوج الاختيار للزوج الاختيار أنا بشوف أمهات أو حماوات بيقولوا عليهم يعني بالعرق بالبلد كده بيبقوا صعبين مع الوحيد هي الأم يا سيدتي تربى في كنفيها وفي حضنها مدة طويل فهي تحب ابنها حينما يؤخذ منها تغار عليه فهي الأم في نهاية المطار هي أم تغار على ابنها من امرأة أخرى هذه امرأة وهذه امرأة فتغار على ابنها تربى معها وهي التي كانت تحمل صغيرة وهي التي كانت تحن إليه وتصحى طوال الليل تقف بجواره هي الأم لا نلومها في ذلك طب إيه؟ معانا مدخلة شوية؟ معانا اتصال من شوية؟ أيوة؟ أيوة مع حضرتك تفضل تفضل حضرتك الله يسلامك تفضل إيه؟ إيه هو شكلتك؟ هو تدخل من أبو الزوانبل هو بيثبت مجدد لما عنده مشكلة مع أفتي وزوجها صعبوها عالي صوتك يا فلد ما علشي برسمعينا؟ لأهل فقط برضو أهل الزوجة؟ أيوة طبعا كانت تمسكيلة مع أفتي وزوجة تمام أيه أهل الزوجة تمام فطبعا أنا دخلت للطلبة وجدت أهل الزوجة ويصريبون تمام أهل الزوج إيه يا فندم؟ أهل الزوج إيه يا فندم؟ بيخربوا بينه نعم والزوج تمام طبعا معرفتش متفضل بسبب دي إن واحد بيصدح واحد بكسر ما يتقفش تمام يا فندم طب حضرتك هتردها المشكلة دي إزاي؟ ما هو أنا وأناشد الأهل بعدم التدخل بين الزوجين إلا إن أتوا إليكم يشتكوا أو بمشكلة لا حل لها هنا نتدخل ولا بد أن تكون في سرية تامة لأنها لو زيعت بين الناس قبرة المشكلة وأغلبية المشاكل وأغلبية مشاكل الطلاق وأسباب الطلاق تدخل الأهل يا سيدي أنت رسالتك قد انتهت هنا يعني أنت حضرتك بتنسى عدم تدخل الأهل من ناحية الزوج أو الزوجة يحلوا مشاكلهم مع بعض ولو أردنا أن نحلوا مشكلة القرآن بيقول حكم من أهلها وحكم من أهل نأتي بواحد من أهلها وواحد من أهل لا نكسر خبر حتى لا يزاع بين الناس فتقبر المشكلة فيصعب علينا حلها على الأهل الالتزاء وعلى الزوج والزوجة أن يتقوا الله عز وجل في هذا المساق الذي أبرم بينه بشكرك جدا بشكرك طبعا بقدم كل شكرا وتأديري للباحث الديني والاجتماعي الأستاذ حمدي علام نورتله شرفتيني النهاردة أستاذ حمدي وبقدم كل شكري وتأديري لقرارات الصحة والجمال وكل المقيمين على قرارات الصحة والجمال وبقدم كل شكري وتأديري لأستاذ المشاهدين انتظروني في حلقة جديدة من برنامج أريج والناس أشوفكم على خير ترجمة نانسي قنقر